تأثير إدارة سلاسل الإمداد على أداء المنشأة مثال عملي لقد وفرت التغييرات العديدة التي أجريناها على النشاط التجاري مبالغ طائلة من المال تم خفض 400 مليون جنيه استرليني من التكلفة في أكتوبر 2004 وتم خفض أكثر من 110 مليون جنيه استرليني في شهر 6-2005 ونتوقع توفير 175 مليون جنيه استرليني إضافية في العام الحالي 7-2006 يتم تسليم الطلبات حاليا بشكل أسرع وبطريقة أفضل للعميل مع فرز المنتجات بالفعل وفقا للممرات التي توجد بها في المتجر ونحن نعمل مع الموردين لمساعدتنا على تحسين التوافر بشكل أكبر وتقليل التكاليف التقرير السنوي لشركة سنسبري جاي سنسبري PLC يونيو 2006 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر